على موجة من المخاطر قدموا إلى اليمن وباليسير من الإمكانيات يرغبون في مغادرتها إلى حيث أتوا إنها قصة المهاجرين القادمين من القرن الإفريقي حيث ودعوا هناك حروبا وانفجرت في وجوههم حروب من الصومال إثيوبيا قدم مئات آلاف المهاجرين طيلة العقدين الماضيين في رحلة محفوفة بالخطر وحطوا رحالهم على الشواطئ اليمنية ليستقروا في مخيمات إيواء مؤقتة أو دائمة ويواصلوا بعضهم الرحلة بالقدر ذاته من المشقة إلى وجهة أخرى في الدول المجاورة أو إلى أحد البلدان الأوروبية والغربية في منتصف مارس قضى العشرات من اللاجئين الصومالين في حادث هو الأسوأ تعرض له قاربهم الذي كانوا يستقلونه في طريق عودتهم إلى الديار قادمين من اليمن لم تتضح بعد الجهة التي تقف خلف ذلك الهجوم ولا الجهة التي أرادت توظيف حادث مأساوي كهذا منظمة الهجرة الدولية أعلنت أنها قامت بإجلاء 130 لاجئا صوماليا من اليمن بشكل طوعي إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن المنظمة ذاتها كانت قد أعلنت في نوف أمبر الماضي أن نحو 100 ألف لاجئ وصلوا إلى اليمن طيلة العمل منصرم قبل أن يبدأ عداد الهجرة العكسية بالعمل وبواتيرة عالية إذ لا يكاد يخلو أسبوعا من عملية إجلاء لاجئين وإعادتهم إلى بلدانهم وفقا لمسؤول العمليات والطوارئ في منظمات الهجرة الدولية محمد عبد القادر تنوء هذه الأرض بأهلها اليمنيين الذين تشرد منهم مئات الآلاف داخل بلادهم وخارجها خلال العامين الأخيرين بفعل الحرب التي أشعلها الإنقلابيون كهؤلاء الذين استقر بهم الترحال في جيبوتي ليصبحوا لاجئين فيها ولتتحول اليمن من بعدهم من أرض العرب السعيدة إلى أرض مثقلة بالحروب والدماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى